حطيت الفحم في الزيت وانبهرت بالنتيجة. يلا ومين اقول لكم هنعمل بي اي وازي هنستفد منه. هنا في شوية آآ في توصى على النور حطيت شوية من الزيت وحطيت فيهم اي كم فحمية كده تعالوا بقى قولك هنعمل بي اي. هنا في كيسة كده هبدأ احط الفحم بتاعي بالشكل ده. انا هنا حطيت كيسين في بعض. وهبدأ احط في الفحم بتاعي. زي ما احنا شايفين كده. يلا بقى لو لسا ما عملتوش لايك انزولوا بسرعة عملوا اللايك واكتبولي رأيكم بالتعليقات واكتبولي واتبعوني من اي بلد. يا سايدني جدا تعليقاتكم. هنا بقى هبدأ كده ان انا ادق على الفحم بتاعي وانعمه خالص. انا هنا ما نعمتوش قوي بس طبعا هو آآ تقدري تنعمي آآ يعني خالص علشان يكون اسهل معيك. بقى اي حاجة كده هتدق عليه لحد لما ينعم معيه تماما زي ما احنا شايفين كده وبعد كده بقى افتصه على النار هحط شوية من الزيت وهنزل بالفحم بتاعي بعد ما نعمته وهسيبه يغلي شوية زي ما احنا شايفين كده بدأ يغلي بس يخلي بالك احسن يكون سخنة قوي على اديكي لما تيجي تستخدمي يعني تقدر يغلي شوية وبعد كده تسبيه يبرد شوية بس ما يبقاش برضو آآ ولا سخن قوي ولا بارد قوي هنا بقى عندي طاصة كانت يعني فيها آآ شوية كده من الدهون وكان لو كانت الدهون اصعب من كده برضو هتقدر ان انتي آآ يعني تتشال بكل سهولة وهبريكم ازاي هنا كانت طبعا الطاصة سخنة شوية والفحم والزيت سخنين شوية بس انا يعني قادرة ان انا آآ استخدمهم وهياخد شوية كده من الزيت وهو سخن كده طبعا انا لبست هنا الكيسة عشان ما كانش عنده جوانتي تقدروا تلبسه طبعا آآ جوانتي او كيسة او اي حاجة متوفرة عندكم وبدأت ان انا ادعى كويس قوي في البطاصة بتاعتي بالشكل ده هي ما اخدتش معي غير وقت بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده بدعة كويس قوي بسلكة بس اما حاجة بس الزيت يكون دافي شوية ما يبقاش ان هو يعني ولا سخنة قوي عشان بس ما يبقى واصق ديكي شايفين بقى الجمال بعد ما مسحتها بس بالمندين من قبل حتى مخسلها وهنا خلاص كنت غسلتها ايه رأيكم بقى في الجمال ده تحفة بجد تحفة كانت بجد واهمة اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا بنفسكم وان شاء الله الطريقة هتبهركم زي ما ابهرتني كده واشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته